تفضل محمد شكرا لك زميلة أميما سبيلا في هذه الزاوية التحليلية سنتحدث عن أجندة الانتخابات الرئاسية في القرى الإفريقية تستعد عدد من الدول القرى الإفريقية لإجراء انتخابات رئاسية خلال العام 2023 يتعلق الأمر بكل من نيجيريا والسنغال والقابون والليبيريا والسيراديون ومدغشق قر والكونغو الديمقراطية للمزيد عن أجندة الانتخابات الرئاسية في إفريقيا ينضم إلينا الزميل محفوظ ولد السالك صحفي ومسؤول تحرير بإذاعة ميديان أهلا بكم الزميل محفوظ ولد السالك مرحبا بك محمد إذن نتحدث عن 2023 وهي سنة انتخابية بامتياز في القرى الإفريقية أليس كذلك؟ بطبيعة الحال محمد هي سنة انتخابات بامتياز لأن الأجندة الانتخابية كبيرة وهي منتظرة في أكثر من بلد بالقارة نتحدث عن هذه الانتخابات في القرى الإفريقية نتحدث أيضا عن سياق كان في تغييرات غير دستورية للحكومات في عدد من البلدان ولكن هناك أيضا تجارب ديمقراطية ربما تواصل خطواتها نحو الأمام فيما يتصل بتجذير الممارسة الديمقراطية ما أبرز هذه التجارب التي تستحق الإشارة إليها الآن في هذه الزاوية بطبيعة الحال محمد هناك نتحدث الآن عن حوالي 7 إلى 8 دول إفريقية ستجر انتخابات إجراء الانتخابات بحد ذاته هو معطن مهم جدا بغض النظر عن من ستحمله صناديق الاقتراع لأنه على الأقل يقطع الطريق أمام الانقلابات وغيرها من التغييرات غير الدستورية على الأجندة الانتخابية المرتقبة ينتظر أن يحصل تناوب ديمقراطي في نيجيريا مثلا لأن الرئيس الحالي محمد بخاري يحترم مقتضيات الدستور التي تمنحه ولايتين فقط وبالتالي لن يكون ضمن المتنافسين في رئاسيات فبراير المقبل نفس الأمر يتوقع أن يحصل أيضا في السنغال وهي دولة مهمة في الغرب الإفريقي تعتبر مثالا في الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني وباقي الدول الأخرى أغلب رؤسائها هم رؤساء انتخبوا في الولايات السابقة سواء بالنسبة لمدى غشقر أو بالنسبة لليبيريا أو بالنسبة لسيراليون وبالنسبة لفوق الدموقراطية نعم في الولايات الأولى بالتالي هم يحترمون حتى الآن مقتضيات الدستور سواء انتخبوا أو انتخب غيرهم هناك القابون الرئيس علي بونجو أوندينبا سيترشح لولاية ثالثة لكن يمنحه إياها الدستور وبالتالي إلى حد الآن نتحدث عن احترام لمقتضيات الدستور سواء من خلال انتخاب رؤساء جدد أو إعادة انتخاب رؤساء حاليين يمنحهم دساتير بلدانهم ذلك هذه التجارب ما الذي تمثله في إفريقيا فيما يتصل بتجذير الممارسة الديمقراطية والاستقرار السياسي أيضا ونحن نتحدث عن قارة إفريقية تخترقها العديد من التحديات الأمنية وأيضا مسألة التغييرات غير الدستورية للحكومات هو تجذير الممارسة الديمقراطية طريق أساسي جدا نحو التنمية نحو الاستقرار السياسي نحو الاستقرار الأمني تكاد تكون أغلب التحديات التي تواجهها بلدان القارة الإفريقية هي مرتبطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بعدم الاستقرار السياسي وبالتالي إذا أخذنا نماذج من الدول التي جذرت المعطى الديمقراطي احترمت معطيات دساتيرها أجرت انتخابات راكمت تناوبا ديمقراطيا على السلطة نجد بأنها تختلف عن باقي الدول الأخرى من حيث الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني ولكن توالي انتشار الجماعات الإرهابية وتوالي توسعها في أكثر من بلد إفريقي في أكثر من منطقة بالقارة يهدد حتى البلدان الأخرى وبالتالي كل دول إفريقية تجد نفسها بمعطى الواقع المفروض أنه من الضروري جدا تجدير هذه الممارسة يعني فتح باب صنادق الاقتراع كألية وحيدة ووحيدة فقط للتداول السلمي على السلطة وللتناوب بين الرؤساء وغير ذلك بالتالي أعتقد أن الواقع والسياق الحالي في القارة الإفريقية سياسيا أمنيا اقتصاديا وغير تنمويا هو يفرض بالضرورة تجدير هذه الممارسة وتعزيزها وقد لاحظنا أنه خلال العشرية الأخيرة بغض النظر عن الانقلابات العسكرية التي حصلت في بعض الدول الإفريقية وهي دول يعني محدودة جدا وانقلابات محدودة حصلت تناوب ديمقراطي في عديد الدول الإفريقية سواء في الشرق وفي الغرب وغير ذلك بالتالي أعتقد أن إفريقيا سائرة نحو هذا الطريق المتعلق بالديمقراطية صحيح أنه مسار طويل جدا ودونه الكثير من التحديات وتعترضه ولكنها سائرة بفعل الواقع وبفعل وعي أيضا شعوبها وتطلعها إلى تجذير هذه الممارسة زمين محفوظ ويلدسالك تحدثنا عن أن هذه الانتخابات الرئاسية في القارة الإفريقية تعني عدد من الدول التي تعد نقاط ارتكاز إقليمية أو جهوية في المنظومة القارية نتحدث عن نيجيريا هل السيناريوهات واضحة لما بعد محمد بخاري وعن السنغال أيضا هل السيناريوهات واضحة في المسار الذي ستسلكه هذه التجربة لنقول الرأسخة هي رأسخة هناك معطيان رئيسيان لأن بخاري وماكسل إما أن يخلفهما يعني رئيسان جديدان منتخبان من داخل الحزب الحاكم وبالتالي نحن نتحدث عن استمرار للمسار الذي كان قائما من حيث البناء ومن حيث تراكم الخبرة والتجربة وغير ذلك ومن حيث أيضا تلافي التحديات الداخل منها والإقليمي وإما أن يتم انتخاب رؤساء جدود قادمين من المعارضة ولكن هناك محددات رئيسية بالنسبة لهذه الدول ثابتة هناك رهانات بفعل السياق الحالي لأن نيجيريا دولة مهمة جدا في الغرب الإفريقي هي الدولة النفطية الأولى إفريقيا مهمة بالنسبة لإفريقيا مهمة حتى بالنسبة لدول العالم والسياق الحالي المتعلق بالغاز نعرف الأنبوب الضخمة الاستراتيجي المشترك بينها والمغرب وهذا مهم جدا بالنسبة لغرب إفريقيا ومهم بالنسبة لأوروبا أيضا بالتالي التجذير الممارسة الديمقراطية تبادل سلمي على السلطة في هذه الدولة هذا يعزز الاستثمارات الإقبال عليها من أجل هذا الاستثمار ويعزز حتى أيضا جهودها في التصدي للتحدي المرتبط بالإرهاب لأنها تواجه منذ أكثر من عشر سنوات التحديات الجماعات الإرهابية سواء بالنسبة لبوكو حرام أو حديثا بالنسبة لداعش بالنسبة لسنغال أي تبادل سلمي على السلطة يعزز هذا المسار الممتد منذ عقود لأنها هي نموذج ومثال في المنطقة من حيث الاستقرار السياسي من حيث التبادل السلمي على السلطة احترام الأجندة الانتخابية احترام مخرجات الانتخابات وهي أيضا بالمعطى الاقتصادي المرتبط بالسياق الحالي لديها غاز مشترك مع موريتانيا سيتم البدء في إنتاجه نهاية هذا العام بالتالي هذان البلدان مهمة جدا إفريقيا مهمة جدا دوليا بالنظر إلى السياق الحالي وبالنظر إلى التحديات التي تشهدوا المنطقة المرتبطة بالإرهاب وغيره ما الذي تقدمه زمي المحفظ بالسلك هذه الأجندة الانتخابية بالنسبة لموقع إفريقيا وشركاتها الدولية وتابعنا كيف أنه في القمة الإفريقية الأمريكية كانت مسألة الانتخابات ومسألة الحكامة والقيم المشتركة بين إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية ومن ضمنها الحريات ومن ضمنها الانتخابات والممارسة الديمقراطية عنصر أساسي وفاعل وحاسم حتى في هذه الشركات بطبيعة الحاد أكيد لأن إفريقيا منذ بعض الوقت تسير في اتجاه يعني رغم التحديات التي تواجه ذلك اتجاه تجذير العملية الديمقراطية والتناوب السلمي على السلطة لكي لا يمضل على أنها قارة الانقلابات وعلى أنها قارة الإرهاب وغير ذلك في كل مرة تبرز نماذج تعزز هذا المعطى المتعلق بالبعد الديمقراطي بطبيعة الحال الشركاء الدوليين بالنسبة للقارة الإفريقية مهم بالنسبة لهم المعطى المتعلق بالعملية الديمقراطية والتبادل السلمي على السلطة لأنه عامل أساسي جدا في البناء التنموي وفي بناء الديمقراطية والمؤسسية وما إلى ذلك بالتالي هذا يجد صداه داخليا أيضا من حيث أن النخب الإفريقي اليوم والوعي الإفريقي اليوم بات منتشرا بشكل كبير جدا والمعطى الديمقراطي يفرضه الواقع ويفرضه السياق داخليا وإقليميا ودوليا قبل أن ندخل هذه النشرة الزلمي المحفوظة للسالك وكما تابعنا في موادها كان هناك هذا الخبر الذي صدم المجتمع الحقوقي في الواقع والمتعلق بما قامت به السلطات العسكرية الجزائرية من رمي لمئات المهاجرين في قلب الصحراء مع النيجر ومن ضمنهم هذا الطفل ذو الخمسة عشر ربيعا والذي حكى جوانب مأساوية من تجربته المريرة من حيث اعتقلته السلطات الجزائرية إلى اللحظة التي رمت به في الصحراء وتركته نهبا لحرارتها هي دعنا نقول محمد نقطة السوداء الجديدة تنضاف إلى السجل الأسود بالنسبة للجزائر فيما يتعلق بحقوق الإنسان في فترات سابقة كنا نتابع كيف أنها تصدر الإرهاب بالنظر إلى أن مختلف قادة الجماعات الإرهابية اليوم في منطقة الساحل إما القادة الأول أو على الأقل في الصف الأول هم قادمون من الجزائر بالتالي الآن بالإضافة إلى المعطى المتعلق بتصدير الإرهاب نجد الانتهاكات الحقوقية الجسيمة جدا وهذا يناقض ما ترفعه من شعارات داخل الاتحاد الإفريقي وما ترفعه أيضا وتوقعه من اتفاقات مع بلدان الجوار الجزائر لديها حدود كبيرة جدا مع النيجر والنيجر دولة فاعلة في منطقة الساحل في مواجهة الإرهاب ومعروف أن المحور المتعلق بالنيجر والجزائر يشهد تدفقات كبيرة جدا بالنسبة للمهاجرين هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الجزائر على فعل مثل هذا وإن كان هذا يعزز البعد المتعلق بسجلها الأسود في هذا الجانب لأنه كيف يتم رمي طفل في الخامسة عشرها من عمره في الصحراء قاحلة ممتدة لأنه الحدود كبيرة جدا وفيه مسافة طويلة جدا لا ماء فيها ولا مرعى الصحراء قاحلة هذا يعني التخلص من مئات المهاجرين في هذه النقطة هذا يعني أن الجزائر تنتهك حقوق الإنسان تنتهك القانون الدولي وتنتهك أيضا شعاراتها في الاتحاد الإفريقي وبين الدول الإفريقية فيما يتعلق باحترام الهجرة والمهاجرين زميل محفوظ ولد السالك الصحفي مسؤول تحرير بإذاعة ميدي آم شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات